السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كنتشاهدوا هالفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على ملوي اللي كيجي هاكا مورق وكان طيبوه ما كنديروش لحنا يا المقلق كنديرو المقلد يلطين يعني الفراح البلدي اللي كانو كيطيبو فيه مواتنا وكانو كيطيبو فيه اجدادنا وصحي وكيطيب مزيان يعني هو كيطيب حصل من المقلة العادية او المقلة تقيلة يعني هو كيكون تقيل عليها شوية كيجيبو من اروع ما يكون وبسم الله انا غدي نبدأ معكم هنا المقادر زو ما شفتوا معي الملوي كيجدير هنا غدي نجيب العجانة انا كان غدي نجيب العجانة لانني عيانة شوية ثم ما را بغيت تعجنو بيديكم ما را تقدروا تعجنو كندير هنا جو زليف ديال دقيق الأبيض وكندير زلافة ديال دقيق الفينو وكنخلط النواشف بحال هاك صافي نجيبو حد المعلقة ديالساني دا ثم اللي عندكم العسل ديروه را كتا هوك يجيب زيان وكندير المرح حسب الضوق ما كندير فيه لخميرة نوالو صافي غدي ندير المعلق حسب العجينة غدي نوريكم القوام ديالها هي را ما كتكون مطلقة بزف ما كتكون مجموعة يعني كتكون كتكون شوية ما بين وبين ثم ما شفتوا معايا باش الملوي ينجح معانا أنا مدلكتاش بزف هنه درت عليها خمسة دقيق صافي را عجناتها العجانة صافي وكن نغطيها ترتاح أنا هنا عجنتها في الصباح وغادي ان شاء الله نخدمها حتى العشية في الوقت ديالقوتي باش قدي نديرو الكسكرات صافي كان نغطي عليها ندير لها بلاستيك غدائي بحل هاكا وكن نغطيها بوحد المنديد صافي وكن حتافض بيها حتى الوقت اللي غادي نبغي نخدم بيها بعد ما ارتحت معانا العجينة أنا غادي نجي هنا غادي ندير زبدة ندوبة والزيت نباتية والسميدة رقيقة اللي كنصيبه بها الحلوة وهنا هدا هو الفراح ديالنا غادي نخلي لكم الرابط ديالو أنا بعد ما صيبته يعني كان نطيبوه كان بيتو للا كاملة في الماء والغادي لي كان دهنوه بالزيت من الوسط وكن دخلوه الفران حتى كي طيبن زيان صافي وغادي نخدموه به أنا هنا غادي نصوب العجينة ديالنا نقوّرها كوايرات وكنديرو ملوي شوية كبير ماشي صغير لاننا عدنا الفراح كبير ودائما نخدموه بحل هاكا مني يتكون عدنا هادشي ديالطينة راح كي يجي بالبنة واللدة ماشي بحل هادشي اللي ماشي بحل المقلة تقيلة أو هدا زعمالة عجبتني إلا لقيتوه وشريتوه وخدمتو بيها من أروع ما يكون وصحي هنا كنا نكوّره كنديروه كوايرات أنا غادي نقطعوه صافيو غادي نقرصو كلول بحل هاكا كوايرات وهدا الملوي كي جي ساهل ما فيش خدمة وهدا المول ملوي اللي كانو كيديرو مواتنا يعني ملوي بلدي عادي كندهنوه الزيت على كو كنحطوه ارتاح كنغطيه بواحد البلاستيكا وكنخليه ارتاح حد خمسات دقيق هورا نطلوق عارك نخليه هاكا زيد ارتاح بعد ما ارتاح قد ما كي ما كيمحناش ضغياتنا وجدوه صافيو أنا غادي نبدا نقرص عاكا نقرص اللولة وغادي نبدا نقرص كي باش كنسترحو ما كي ما كي تقطع ما كي ما كيتشركش يعني ناجح معانا يعني كت تقرصوه بحلقورة كيكون ناجح مائة في المائة ثم شفتو كنبقوا نقرصوه نرقوه حتى كتبان طاولة العمال كتبان لنا رخامة كنعرفوه بأننا رققناه غادي نزيد رققو من الوسط ديالو كنزيد نرقق واخا كنجبدو واخا كنجبدو ما كيتشرق ما كيتقطع موالو كنزيدو دوك الجناب ديالو كنرقوهم زيان أنتو ما شفتو كنجبدوهم ما كيتشرقش دوك الجناب القنيتات كنرقوهم زيان باش ما يبقوش غلط وتندهنو بالزبدة صافيو كندهن ملوية بالزبدة زيان وكندردها بشوية ديال السميدة ديال الحلوة وسميدة رقيقة صافيو كنطوي هكا شو ما شفتو معايش هالرقيق صافيو كنزيد ندهن بشوية زبدة شوية سميدة هنا بعد ما كتبقى لنا دورة كنقلبوها هنا عندنا باش كي يجيو دوك القناة كيدخلو في الوصف ديال مسمنا صافيها يدبا بدرنا شوية زبدة بش مني غالين بداولوي وشوية سميدة وكنجبدها هاكا كنجبدها مزيان صافيو غالين بدا نطوي كن بديوها نطويها مرخوفة ما كننكرزوهاش بحل هاكا كنتمو غالين نطوي ومرخوفة كنرخيوها باش ما كتكرش كنجيب دوك القنيتات هاكا كندخلهم في الوصف ديال الملوية صافيو كنحطوها على الجانب بحل هاكا وكنغطيوها بلاستيكا حتى كنكملو الملوية ديالنا كامل احنا تخلنا هنا الفراح دهنت شوية ديال الزيت لانه وراه باقي كيشرب الزيت حتى كنطيبو فيه واحد العشرة المرات ولا بحل هاكا عادة باش ما كيبقاش يشرب الزيت صافيو كنرميل الملوية ديالنا كنزيد نقادها حتى لدهنتوه بالزيت ودخلتوه الفران هو جديد راه ما تعلصقش ولكن إلا جبتوه عرج جبتوه وابديتو كطيبو فيه راه كيلصق لكم ما كي نجحش معاكم خاصكم ضروري إلا جبتوه يعني تبييتوه في سطل ديال ما كيف ما قلت لكم يبا تفزق بالماء ولغد ليه كتبقى يدهنيه انتي كتدخنيه وكتدخلي الفرانة على عافية مهي لا كيعود يشرب وكتعود يدهني شي ربعات المرات ولا خمسات المرات حتى كيشرب مزيان ثم اشوفوا المسمن كيفاش كيدير له وكيجي المسمن ناجح معانا هاد الملوي كيجي ناجح وكيجي طيب لأنه هو كيتعطل شوية في الطياب ماشي بحل المقلق راه ضغيه كيطيبو وكيجي احنا عيننا عليه كنقلبو كنعودو ها هو بدك يطيب وبدك يتحمر شو ما شفتوا معايا بسمنا كيفاش جات ولا اعجبكم فيديو ما تنسوش تشاركو في القناة وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وكا نقول لكم فرجة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة